أهلاً وسهلاً بكم في نشرة مفصلة أعلنت أوكرانيا أن جيشها صامد في مدينة سوليدار بمنطقة دونيسك على بعد نحو 15 كيلو متراً من مدينة بخموت التي تحاول روسيا السيطرة عليها منذ أشهر من جهته أشار الكريملين إلى ديناميكية إيجابية في سير العملية العسكرية في سوليدار داعي إلى انتظار التصريحات الرسمية بشأن تحرير المدينة على حد وصفه من جانبه قال الكريملين أن الوضع الراهن مع الغرب بشأن أوكرانيا يشير إلى احتمالات إجراء محادثات قريبة وأبدى الكريملين أيضاً استعداد موسكو لحل الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات مضيفاً أن تحقيق الأهداف سلمياً هو الخيار الأفضل بيان الكريملين سبقه أيضاً إعلان قائد مجموعة فاقنا الروسية سيطرة القوات على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الروسية ووحدات من فاقنا الحق قد تقدم تكتيكياً في مدينة سوليدار خلال الأيام الأربع الأخيرة وهي تسعى على الأرجح إلى تطويق بخموت من الشمال وتعطي خطوط الاتصال الأوكرانية اعتبر الرئيس الأكراني فلاديمير زيلنسكي أن إمدادات الغرب لبلاده بالتكنولوجيا العسكرية الحديثة سيحدثوا فارقاً في العملية الميدانية أمام القوات الروسية هم مدينة في الوطنخة نتواجدوا لذلك يستطيع تقصر الروسية لذلك يمكنك تقصر الروسية لذلك المدينة يمكنك تقصر الروسية من القوات الوطنخة قالت مفاوضة حقوق الإنسان في الكريملين تاتيانا موسكالكوفا أو في الاجتماع الذي عقد في تركيا مع نظيرها الأوكراني ببحث ضرورة وقف إطلاق النار وشددت موسكالكوفا على أنها دعت الجانب الأوكراني إلى التوقف عن انتهاك حقوق الإنسان على حد تعبيرها وطالت في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا والتي يرسلها الغرب تبدل أو تبادل الأسرى من الجانبين الروسي والأوكراني نتاج لقاء مفاوضي حقوق الإنسان من البلدين خلال المؤتمر الدولي لأمناء المظالم في أنقرة مفاوضية حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا قالت إن روسيا وأوكرانيا اتفقت على تبادل أربعين أسيرا من الحرب في البلدين بعد لقاء نظيرها الأوكراني أيضا أعلن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي عن إطلاق فريق عمل جديد لحماية البنية التحتية الحيوية قبل الاجتماع بشأن الأمن والدفاع نحن نمت بمشاركة متوقعة من خمسين دولة أعلن المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر أن وزير الدفاع الأمريكي لويدوستن سيعقد اجتماعا لمانحي المساعدات العسكرية لأوكرانيا الأسبوع المقبل يأتي ذلك مع أعلان ألمانيا في وقت سابق عدم استبعادها تسليم الدبابات ليوبارد وهي مركبات قتالية أتقل من مركبات ماردر لدعم القوات المسلحات الأوكرانية في المستقبل وفي السياق أعلن رئيس الوزراء الكندي أن بلاده ستشتري منظومة دفاع جوية أمريكية من طراز ناسامز لتقديمها كهبة لأوكرانيا وفقا لأتواف هذه أول منظومة من هذا النوع تقدمها كندا لأوكرانيا كهبة تناهز قيمتها أربعمائة وستة ملايين دولار وهذه المنظومة ستعزز دفاع القوات الأوكرانية لصد القصف الروسي العنيف الذي يستهدف البنى التحتية والحيوية دعم مالي وعسكري وإنساني غربي قدم لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي واصطاطعه هدات بتقديم المزيد عسكريا طلقت أوكرانيا مساعدات غربية بلغت قيمتها نحو 48 مليار و500 مليون دولار أمريكي منذ بدء الغزو الروسي وهو ما يعادل ميزانية الدفاع الروسي لعام 2022 وفقا لوكالة تاسر روسية وبحسب الوكالة فإن المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا تصل إلى ما يقرب من 95% من نفقات وزارة الدفاع الروسية التي بلغت 51 مليار و100 مليون دولار أمريكي العام الماضي وتقدر المساعدات الإجمالية التي تلقتها الحكومة الأوكرانية من الدول الغربية والمنظمات الدولية بأكثر من 150 مليار و800 مليون دولار أمريكي والتي تتجاوز الميزانية الأوكرانية بنحو ثلاثة أضعاف والمقدرة ب55 مليار و500 مليون دولار أمريكي وتعليقا على الدعم الغربي لأوكرانيا اعتبر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أنتولي أنتونوف أن التدريب الأمريكي للجنود الأوكرانيين على استخدام صواريق الباتريوت يؤكد مجددا انخراط واشنطن في الصراع الأوكراني الروسي كما أشار السفير الروسي إلى أن الهدف الحقيقي للإدارة الأمريكية هو إلحاق أكبر قدر من الضرر بروسيا في ساحة المعركة وفق تعبيره شكرا